اشتركوا في القناة تقوم بها المؤسسة والرعاية الكبيرة للأيتام والأرامل وجميع الفئة المحتاجة في مملكة البحرين من أجل توفير الحياة الكريمة للجميع مثمنا سموه الدور الإنساني والأفتات الحانية من جلالته تجاه الدول والشعوب الشقيقة والصديقة والتي تعكس المواقف الثابتة والواضحة لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا تجاه الأشقاء والأصدقاء في مختلف دول العالم والتي كان آخرها توجيهات جلالته السامية بتقديم مساعدة إنسانية إغاثية عاجلة إلى أفغانستان لمساعدة الشعب الأفغاني والوقوف معه خلال الظروف الإنسانية التي يمرون بها وذلك ضمن مساعي جلالته حفظه الله بترسيخ التضامن الدولي وانطلاقا من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع مملكة البحرين بمختلف شعوب العالم كما أشهد سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من قبل الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وللعهد رئيسي مجلس الوزراء مثمنا لأعضاء مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية وجميع منتسبية المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية جهودهم المخلصة في عمل وإدارة المؤسسة ورعاية الأسر المنتسبة جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بحضور أعضاء مجلس أمناء المؤسسة واطلع سموه خلال الاجتماع على الجهود التي قامت بها المؤسسة في سبيل التحول الرقمي في معاملاتها بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات للمستفيدين من عملها حيث وصلت المؤسسة إلى تحقيق 70% في هذا المشروع مؤكدا الاستمرار على تطوير عمل المؤسسة بما يتوافق مع رؤى وتطلعات جلالة الملك واتخاذ الخطوات المهمة لتنفيذ توجيهات جلالته لمواصلة العمل الإنساني بإبداع وتقديم الرعاية المتميزة والشاملة للأيتام والأرامل وجميع الفئات المستحقة في مملكتنا الغالية من جانبه أشهد الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أشهد بالرعاية الكريمة التي يريها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لعمل المؤسسة مثمنا قيادة ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لتفاصيل العمل وقيادته للمؤسسة بكل إبداع وتوجيهات سموه الموفقة في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر